اشتركوا في القناة ومن احب شيئا احسن اتظن به قال احمد بن الحواري سمعت ابا سليمان الداراني ووقفت عليه وهو لا يراني فسمعته يقول مناجيا ربه لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك ولئن طالبتني بتوبتي لأطالبنك بسخائك ولئن ادخلتني النار لأخبرن اهل النار اني احبك واسمع كلام العارفين بالله الراجين رحمته قال ايوب السختياني ان رحمة قسمها في دار الدنيا واصابني منها الاسلام اني لأرجو من تسع وتسعين رحمة ما هو اكثر من ذلك وقال بعض العباد لما علمت ان ربي عز وجل هو الذي سيحاسبني زال عني حزني لانه الكريم الذي اذا حاسب عبده تفضل يا الله يا الله لو يعلم المدبرون عنه كيف انتظاره لهم ورحمته اياهم وشوقه الى ترك معاصيهم لتقطعت اوصالهم شوقا اليه هذه ارادته في المدبرين عنه فكيف بالمقبلين عليه واني لأرجو الله حتى كأنني ارى بجميل الظن ما الله صانعه قال ابن المبارك جئت الى سفيان الثور عشية عرفه وهو جاث على رقبتين وعيناك تهملان فقلت له من اسوأ هذا الجمع حالا قال الذي يظن ان الله لا يخبر لهم قلت من اسوأ هذا الجمع حالا قال الذي يظن ان الله الذي يظن ان الله لا يغفر لهم أليس هو الذي قال ورحمتي وسعت كل شيء يا الله من الذي يحسي نعمك ويقوم بأداء شكرك إلا بتوفيقك وإنعامك وفضلك وإني لأدعو الله أضلب عفوه وأعلم أن الله يعفو ويغفر لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر قال الربيع ابن أنس أعلمت في رحمة الله أعلمت في رحمة الله قريب بالبشر شاكر وافطم النفس عن سواه فكل العيش بعد الفطام نحوك صائر يا أخلطبي إنما السير عزم ثم صبر مؤيد بالبصائر يا لها من ثلاثة من ينلها يرق يوم المزيد فوق المنابر كان يحيى ابن معاذ الرازي يردد دائما ويقول إلهي إن كان صغر في جنب عطائك عملي فقد كبر في حسن رجائك عملي اللهم إن كنت غير مستاهل لما أرجو من رحمتك فأنت أهل أن تجود على المذنبين بفضل سعتك إلهي لو ما عرفت من عدلك ما خفت من عذابك ولولا ما عرفت من قبلك ما رجوت ثوابك إلهي إن كنت لا تعفو إلا لأهل طاعاتك فإلى من يبزع المذنبون وإن كنت لا ترحم إلا أهل تقواك فبمن يستغيث المسيئون إلهي إن كنت لا تعفو إلا لأهل طاعتك فإلى من يبزع المذنبون وإن كنت لا ترحم إلا أهل تقواك فبمن يستغيث المسيئون إلهي أين يذهب الفقير إلا إلى الغني وأين يذهب الدليل إلا إلى العزيز وأنت أغنى الأغنياء وأعز الأعزاء يا أرحم الراحمين قال الجنيد من كان الله همه طال حزنه فقال الشبلي لا يا أبا القاسم بل من كان الله همه زال حزنه وكان لعنبسة الخواص غلام كثير الصلاة كثير البكاء فسأله يوما عن سبب كثرة بكائه فقال قطع ذكر العرض على الله أوصال المحبين قال ثم جعل يحشرج حشرجة الموت ويقول أتراك تعذب من يحبك أتراك تعذب من يحبك وأنت الحي الكريم قال فلم يزل يرددها حتى والله أبكاني وكان يحيى بن معاذ الرازي يقول يا من ذكره أعز علي من كل شيء لا تجعلني بين أعدائك غدا أدل من كل شيء قال ابن القيم من عرف قدر مطلوبه هان عليه ما يبدل فيه وقال الإمام الحروي وأعظم الرجاء رجاء أرباب القلوب وهو رجاء لقاء الخالق الباعث على الاشتياق وهذا الرجاء هو محظ الإيمان وزبدته وإليه شخصة أبصار المشتاقين وهل للمحب راحه إلا عند لقاء حبيبه وهل للمحب راحه إلا عند لقاء حبيبه فاتخذ الله صاحبا ودعي الناس كلهم جانبا اسمع من خبر يوم يلقونه ويلقاهم ويرونه ويراهم